اشتركوا في القناة مع تسجيل اكثر من 130 مشتركا و250 ترشيحيا من مختلف القطاعات وقد اتيحت الفرصة للمؤسسات للتقدم وترشيح رواد اعمال متميزين في ست فئات تشمل المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة الوطنية ذات طابع الدولي والمؤسسات ذات الاعمال المستدامة ورائدة الاعمال المتميزة وستقوم لجنة من المحكمين بتقييم الطلبات بناء على عدة معايير وستستأنف اللجنة من عدد من الشخصيات المرموقة وتهدي هذه الجائزة في نسختها الثانية ضمن الجهود الوطنية لتشجيع ريادة الاعمال وتنمية المشاريع الريادية بنبتدي ان شاء الله بعد بالتقييم في المرحلة اللي عقبها تقريبا يبدلنا 25 يوم تضم لجنة الفنية نفسها لجنة الفنية افراد من الشركات الاستراتيجيين اللي عندنا اياهم ونخلص التقييم ان شاء الله عقب 25 يوم عقب 25 يوم نفسه اللي يتأهلون الى المرحلة النصف النهائي وهم نفسهم اللي بيقيمونهم الحكام الدوليين ومن حكام الدوليين ان شاء الله بنعرف الفائزين على كل فئة بيكون عندنا تقريبا ان شاء الله 6 فائزين من كل فئة والفئة السابعة بيكون بنصب من ترشيح من اللجنة الفنية العليا